أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب معظم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين استربوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استرقذ نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسلون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصجب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذا والموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقدون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أموة فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى فسوى هم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائك إذ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبتوا بعدكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تنبسوا الحق بالباطل وتقدموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصناد وآدوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يزنون أنهم لاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسهم عن نفسهم شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عزيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الحجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم مسلمتم أنفسكم باتخاذكم مع عجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم السعيد وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يصلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حدة نغفر لكم خطياكم وسنزيد المحسنين فبدنا الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجيسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجار فانفجرت من حفنة عشر تعينه قضوا عنهم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصلر على طعام وحدي فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم ذلت والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يغفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم حمد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آطيناكم بقومة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما وعزة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأملكم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذناه سوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر معزرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة سابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرس مسلمة لا شئت فيها قالوا الآن جئت بالهق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد غسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقض فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبد من خشي الله وما الله بغافل عن ما تعملون أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يزنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليستروا به ثمنا وغليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أنتهستم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا صلاة وآدوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معردون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفون ذماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قرروا الدم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تأذلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفلون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة الدين يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين استربوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففوا عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفين من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناهم بنوح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهو أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقالي لما يؤمنون ولما جاءهم كذاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفدحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنسل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنسل الله قالوا نؤمن بما أنسل علينا ويدفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالمجناد ثم دخستم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فرقكم التور خذوا ما آتيناكم بقومة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأسربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدال الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليهم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أسركوا يود أحدهم لو يعمروا ألبسنا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبصران المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء زهودهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يذرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن استراهما لهم في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا نزرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفلوا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آيات أو ننسها نعزل بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له من السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدن الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واسفعوا حتى يأدي الله بأمره إن الله على كل شيء لهم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ليست اليهود على شيء وهم يتمون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها سمه وزع في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائف لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عزم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتهذ الله ولدا سبحانه بل لهما بالسماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع من لدهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن ابتبعد هواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم من الكتاب يتدونه حقا تناوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكرون نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضنتكم عن العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسه عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفا عدن ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعدك للناس إماما قول ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تفهر وبيد للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وليوم الآخر قال ومن كفر فأمطعه قليلا ثم تطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استفينه في الدنيا وإنه في الآخر دل من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العلمين ووسى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حذر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم تلك قومة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهددوا قل بل من لدى إبراهيم حنيفا وما كان من المسركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم